ترأس مصطفى مدولي رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الثاني للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية وذلك بحضور عدد من الوزراء ومسؤول الجهات المعنية وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن هناك توجهات مستمرة من سيد رئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على ضمان توفر السلع للمواطنين على مدار الفترة القادمة وذلك في إطار مساندة الدولة للمواطنين لمواجهة تدعيات الأزمة الحالية أكد رئيس الوزراء أن هناك متابعة دورية لموقف توفر السلع الاستراتيجية ووجود أرصد منها لافتا إلى ما يتم تنفيذه من خطوات وإجراءات تسهم في تحقيق انضباط السوق كما طالب رئيس الوزراء المعنيين بضرورة وضع تصور لتوفير احتياطي من السلع الاستراتيجية حتى نهاية العام الجهري وذلك بهدف العمل على استمرار الحفاظ على المعدلات الخاصة بالاحتياطي الاستراتيجي من تلك السلع إلى جانب العمل على توفير تمويل اللازم لتأمينها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر